السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 2 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز السلام بالجزء رقم 5 من الفصل الرابع سنواصل الحديث عن مميزات تقنية استخدام تكنولوجيا المساحي الميزة التي أمامنا هي ability to create complex shapes إن طريق التكنولوجيا المساحيك أو استخدام المواد وهي على شكل مساحيكه الناعمة تمكن من إنتاج أشكال مركبة أو أشكال معقدة أو أشكال يوجد بها تفاصيل كثيرة الميزة التالية وهي lo-material waste بمقارنة طريقة التكنولوجيا المساحيك بطريقة مثلاً مثل السباكة فإننا لو أننا ننتج مثلاً مسبوك الماء وليكن هذا المكعب هذا المكعب إذا أردت إنتاجه بتريكة الكاستنج فيجوز هناك له getting وريزر أي مصب من أجل صب المادة المعدنية داخله ونفس لإخراج الهواء المحبوس داخل الفجوة داخل القالم وبعد أن ينتهي هذا المنتج أو أحصل عليه بعدما أعمل عملية إجراء عملية الصب ويتجمد المنتج لا بد من إزالة هذا الgetting وهذا ريزر إذن هذه material ضائعة صهرتها وأقطعها فقطتها أما في البوضى الميتالرجي فأنا أضع كمية المسحوق داخل القالب على تماماً حتى يمتلئ القالب فقط ولا يوجد هناك مواد ضائعة لذلك low material waste الميزة الأخيرة وهي good microstructure control إحنا قلنا في ميزة قبل كده من الميزات البوضى الميتالرجي أو تكنولوجي المسحوق أن أنا بستخدم المادة على شكل مسحوق وأضيف أي نسب ممكنة من عناصر مختلفة مع بعضها البعض بما أني أقدر أضيف أي نسب من عناصر مختلفة مع بعضها إذن أنا أتحكم في البنية المجهرية الخارجة لهذا المنتج أو الخاصة بهذا المنتج على سبيل المثال يعني المنتج اللي خارج أنا بتحكم فيه البنية الميجهرية الخاصة به والبنية الميجهرية في الحقيقة لها نعكاس كبير على الخواص الميكانيكية وغير الميكانيكية الخاصة بهذه المادة